اذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم نحن نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف كانت المجال العلمي مجال الفكري وهذا يقوذني إلى مسألة البحث العلمي وهو أمر عام جدا حوار مع باحث قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي إحنا نشتغل فيه حاليا فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية حوار مع باحث بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع باحث في كل حلقة نقدم لكم مادة بحثية علمية جديدة هذه المادة عبارة عن مشروع بحثي يقوم عليه مجموعة من الباحثين بتمويل عن طريق مجلس البحث العلمي كنا قد بدانا في الأسبوع الماضي دراسة مشروع بحثي متعلق بجانب طبي وهو دراسة أسباب المناعة الذاتية لالتهاب المفاصل والأمراض ذاتية المناعة الأخرى عن طريق الاضطراب الخلوي دراسة جينية وكيميائية كنا قد تعرفنا على الفكرة العامة التي يدور حولها هذا المشروع وتعرفنا على عينة الدراسة وهذا المشروع الذي بدأ منذ يناير 2014 في هذه الحلقة نستكمل هذا الحوار مع الباحث الرئيسي لهذا المشروع وهو الدكتور محمد بن سعيد بن عامر البلوشي أهلا بك دكتور مجددا أهلا بك مرة ثانية وأهلا بك للمستمعين الكرام حياك الله يا دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل أخرى متعلقة بدراستكم للجينات المتعلقة بهذه العينات نعطي بداية فكرة عامة حول هذا المشروع البحثي نعم هذا المشروع طبعا مثل ما اتفضلت سابقا مول من مجدس البحث العلمي نعم وهو يهدف إلى تحديد ومقارنة الجينات المرتبطة بثات أمراض ذاتية المناعة وهي مرض الروماتيزم ومرض ذئب الحمراء ومرض داء السكر النوع الأول وأيضا يهدف إلى تحديد الجينات المسؤولة عن هذه الأمراض ومن ثم دراسة تصرفات هذه الجينات في الخلايا فهذه الفكرة العامة عن المشروع جميل دكتور أنت ذكرت أنك بدأتم من جناير 2014 في أخذ العينات للمصابين بهذه الأمراض الثلاثة واخذتم أيضا مجموعة من الأشخاص الأصحى كضابط لهذا المرض وذكرت أنكم تقومون بعملية دراسة تحليل للدم عن طريق تحليل هذه الجينات نحن نريد أن نتعرف على هذه الجينات كيف تقومون بعملية تحليل الجينات ما هي الجينات التي تدرسونها في هذه الأمراض الثلاثة؟ نعم في هذه الدراسة لما نستخرج الدم نستخلص الحامض النووي الـ DNA من هذه العينات ومن ثم نعمل مثل تايبينغ أو تحليل لكل الجينات الموجودة في هذه العينات وخاصة الجينات MC class 1 وMC class 2 لأن نحن تركيزنا على هذه النواع من الجينات MC class 1 وMC class 2 لما نعرف نوعية الجينات الموجودة في كل عينة نعمل دراسة على مدى ارتباط هذه الجينات بالأمراض الموجودة نعم طيب دكتور أنتوا درستوا فقط هذين الجينين؟ نعم هذا MC class 1 وMC class 2 هذا هو موضوع الدراسة نعم هل معنى ذلك أن هناك أيضا جينات أخرى تتسبب في هذه الأمراض الثلاثة؟ قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ولكن المتعارف عليه وما هو معروف عن الارتباط المباشر هو المسبب لأمراض المناعة الذاتية هو الأمراض الجينات MC class 1 وMC class 2 نعم طيب يعني هذين الجينين على المستوى العالمي أو هناك خصوصية للمجتمع العماني؟ نعم سؤال جيد هذه الأمراض طبعا موجودة في كل عالم وهناك دراسات كثيرة أجريت على هذا ولحد اليوم لسباب هذه الأمراض غير واضحة وأيضا والعلاج الناجعة غير متوفرة لهذه الأمراض الدراسات التي أجريت سابقا أجريت في مجتمعات غربية أو مجتمعات شرقية ولكن مجتمعاتنا العربية وخاصة مجتمعنا العماني هناك شح في المعلومات المرتبطة بهذه الأمراض طبعا من مجتمع إلى مجتمع الجينات تختلف والأمراض تختلف الأسباب أيضا تختلف ولهذا ركزنا على العمانيين في دراستنا هذه لمعرفة أنواع الجينات المسببة لهذه الأمراض نعم طيب أيضا نريد أن نتعرف من خلالك دكتور حول التفسير العلمي الذي من خلال هذا التفسير العلمي تستطيع نواتج هذه الجينات هذين الجينين تحديدا في الإنسان في ظهور هذه الأمراض الثلاثة نعم هذه طبعا هذه الجينات معروفة إنها مسؤولة عن مكافحة العدوى في الإنسان فهي لما تحدث العدوى في الإنسان هذه الجينات تأخذ العدوى وتعرضها إلى جهاز المناعة في الخلايا على سطح الخلية لما يراها جهاز المناعة أو يرى العدوى على سطح الخلية يأتي ويهاجم الخلية ويخلص الجسم منها هذا هي وظيفة نواتج هذه الجينات لو صار في خلال في هذه العملية حدثت العدوى صار الجسم مريض ضعيف فبهذا يحدث المرض طبعا لحد ما تصل هذه الجزئات المرض إلى سطح الخلية هناك عمليات ومسار يسلكه نواتج هذه الجينات حتى يصل إلى السطح لو صار في خلال تحدث الأمراض المختلفة نعم طيب يعني الآن إلى ما هي أهم النتاج التي توصلتم إليها ما هي المرحلة الحالية للمشروع نعم طبعا هذا المشروع نقوم به بالتعاون مع جامعة جيكوبس في ألمانيا وفي هذا السنة استطعنا نشر ورقة علمية بخصوص هذا المشروع مع بعض باشتراك مع جامعة سلطان قابوس هذه الورقة كانت عن نوع من نواع الجينات تصرفاتهم اللي هما الجينات وخاصة الجينات الامسي كلاس 2 ركزنا على نوعين منهم ودرسنا تصرفاتهم وخصائصهم وكيفية وسرعتهم إلى عرض المرض إلى سطح الخلية فهذا منشور هذا واحد اثنين أيضا نتائج الدي انا استخلصنا من هذه العينات والآن نقوم بعملية دراسة الجينات الموجودة في هذه العينات ومن ثم ترتيبها ودراسة مدى قوة الارتباط بين هذه الجينات والأمراض المختلفة طيب دكتور نحن نعرف أن العلم يتقدم والعالم يتسارع خاصة في موضوع البحوث العلمية المتعلقة بالجوانب الطبية وطالما أن المريض يتلقى علاجة في المستشفيات المختلفة مثل هذه الدراسة العلمية الدقيقة وارتباطها بهذه الجامعة الألمانية ماذا سيفيد طالما المريض يعني يتلقى علاجة في المستشفيات ماذا سيقدم من حلول جديدة من عقاقير طبية جديدة أخرى مثلا مرتبطة بعلاج هذه الأمراض الثلاثة أستأذنك مجددا بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نخرج بهذا الفاصل القصير بعده نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة وهذا الحوار في برنامج حوار مع باحث عزيز الباحث عزيزة الباحثة التقديم في برنامج المنح البحثية المفتوحة الذي يتبناه مجلس البحث العلمي يتم عن طريق النظام الإلكتروني لتقديم المقترحات البحثية في موقع مجلس البحث العلمي أهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم حوار مع باحث والتي نخصصها حول دراسة طبية ومشروع صحي وهو دراسة أسباب المناعة الذاتية لالتهاب المفاصل والأمراض ذاتية المناعة الأخرى عن طريق الاضطراب الخلوي دراسة جينية وكيميائية وباسمكم من جديد نرحب بالباحث الرئيسي في هذا المشروع الدكتور محمد بن سعيد بن عامر لبلوشي أهلا بك دكتور مجددا أهلا بك وكنا نتسال حول الإضافة التي ستقدم هذه الدراسة للقطاع الطبي معنا في السلطنة نعم هذه الدراسة طبعا تعتبر الأولى من نوعها في السلطنة حيث تركز على هذه الأمراض وارتباطها بالجينات وخاصة جينات المناعة الذاتية طبعا العلم كل يوم في توسع والعلماء كل يوم في بحث عن المعلومة الصغيرة والكبيرة بأينما كانت بكل الطرق مجتمعنا العماني هناك مثل ما ذكرت سابقا هناك شح في المعلومات عن هذه الأمراض وأيضا العلاجات أو الأجوة التي تستخدم أيضا قد تكون جربت على مجتمعات أخرى لا تناسب مجتمعنا العماني فقد يكون المريض يتجاوب مع هذا العلاج أو لا يتجاوب بينما لو عرفنا أن هذا المرض مرتبط بنوع معين من الجينات أو من الخلل نستطيع التركيز على هذا الخلل بإعطاء المريض الدواء المناسب لعلاج هذا الخلل ولهذا نرى أن هذه الدراسة قد تفيد مجتمعنا العماني بحيث أنه سيستفيد المريض من نواتج هذه الدراسة بتقبله للعلاج المناسب وأيضا نستفيد بحيث أنه سيفتح لنا أفكار وأفكار أخرى لدراسات أخرى ومتابعة هذه الدراسة حتى يتسنى لنا معرفة الكثير عن هذه الأمراض هذه الأمراض طبعا أسبابها وعلاجها في غموض وما زال العلماء في طور التطور والبحث على هذه الأمراض طيب يعني في هذه الدراسة هناك دراسة جينية فهمناها من خلال هذا الشرح ماذا عن الكيميائية؟ نعم هي الكيميائية تخصي عن المواد الكيميائية التي تعطى إلى المريض أو إلى الخلايا الموجودة في المقتبرات العلمية بحيث أن تؤثر على تصرفات نواتج هذه الجينات فهذا هو المقصود بالكيميائية والخلوية هي تخصي أيضا لأن هذه الدراسة تنقسم إلى قسمين قسم يدرس عينات المريض مباشرة والقسم الآخر يدرس خلايا تمثل المريض ولكن في المختبرات فهذا تسمى كيميائية وخلوية متى من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة دكتور؟ هذه الدراسة ممولة لمدة ثلاث سنوات ولكن قد نضطر إلى تمديدها إلى فترة بسيطة بحيث أن الأمراض ما زالت كثيرة والعمل ما زال كثير ومحتاجه أيضا إمكانيات كثيرة أيضا ولكن الحمد لله إحنا استطعنا في جامعة سلطان قابوس البداية في هذا والاستمرار في هذا المشروع وأيضا استطعنا بالتعاون مع أصدقائنا في ألمانيا أن نرحل الخبرات من ألمانيا إلى مجتمعنا والآن نستفيد من هذه الخبرات ومستمرين في العمل والله سهل اللهم أمين يا دكتور نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله ونشكرك على وجودك معنا على مدى حلقتين شكرا لك الدكتور محمد بن سعيد بن عمر البلوشي الباحث الرئيسي في المشروع البحثي تراسة أسباب المناع الذاتية لالتهاب المفاصل والأمراض ذاتية المناع الأخرى عن طريق الاضطراب الخلوي تراسة جينية وكيميائية شكرا لك يا دكتور شكرا لكم جميعا واشكر المستمعين الكرام والسلام عليكم شكرا لك يا دكتور شكرا جزيلا وشكرا لكم مستمعين الكرام على طيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم حوار مع باحث في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مجددا مع سبر لأغوار مشروع بحثي آخر ممول عن طريق مجلس البحث العلمي شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى لقاء حوار مع باحث الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي الإخراج حمد بن عامر الوردي حوار مع باحث موسيقى اشتركوا في القناة